سلام الله عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة أمريحان وإمران وصفة اليوم بإذن الله هي عبارة عن مشروب لتنحيف البطن والشده الوصفة رائعة جدا ومضمونة ونتائجها سريعة جدا سنحتاج بإذن الله لمكون واحد وهو اللوبان الذكر المر أو العلك المر وفي الجزائر يسمى علك الصنابر هذا هو شكله وعند شرائه انتبهوا لكي لا يعطيكم البائع الصمغ العربي مكان اللوبان الذكر هذا هو الصمغ العربي على شكل أحجار تلمع وهذا الذي لونه فاتح هو اللوبان الذكر المر وبدون إطالة نمر إلى طريقة التحذير نأخذ كوب ونضع فيه 2 ملاعق من اللوبان الذكر المر ثم نصب عليها ماء مغلي ونغطي الكوب ونتركه ينقع لمدة 12 ساعة أو ليلة كاملة وفي الصباح سنحصل على هذا السائل هذا هو شكله يكون لونه أبيض وبعد التحريق يزداد بياضا حتى يصبح كالحليب وستجدون في الأسفل ترصبات اللوبان الذكر التي لم تدوب لأنه لا يدوب كليا وبالنسبة لطريقة الاستعمال نأخذ كوب من الماء بارد ونضيف له ملعقة كبيرة من مركز اللوبان الذكر أو ملعقتان إذا كانت الملعقة متوسطة كما استعملتها أنا في الفيديو يشرب كأس قبل الفطور وكأس قبل النوم بالنسبة لمضاقه فهو مر قليلا بالنسبة لباقي المشروب يحفظ في التلاجة وبالنسبة للترصبات المتبقية في الكأس بعد تصفية المشروب نأخذ الترصبات ونضيف لها مرة أخرى الماء المغلي ونعيد تغطيتها وتركها ليلة كاملة حتى نحصل مرة أخرى على مشروب اللوبان الذكر المر وبهذه الطريقة نحصل على كمية كبيرة من المشروب وتخزن أيضا في التلاجة وبعد مرور أسبوع على استعمال هذه الوصفة ستلاحظين فرق في الدهون المصراكمة في منطقة البطن حيث يساعد على شد المنطقة والتخلص من الترهولات النازجة عن الحمل أو الولادة أو السمنة يكبح الشهية ويعالج الإضطرابات الجهاز الهضمي بما في ذلك الإمساك وحالات الانتفاق المائدة ويخلص الجسم من السوائل المحبوسة استعمل هذه الطريقة لمدة أسبوع كامل إذا أردت التخلص من البطن وشده وإذا كنت من الراغبات في تخصيص الجسم كاملا استمر على الوصفة لمدة شهر كامل وستلاحظين نقطة في الوزن وشد الجسم بكامله الوصفة فعالة جدا ونتائجها بفضل الله تعالى مضمونة الوصفة ممنوعة على المرضعات والحوامل إذا نال الفيديو إعجابكم فلا تبخلوا علي بإعجاب ومشاركة للفيديو لكي تعم الفائدة وإذا كانت هذه أول زيارة لك للقناة فاضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس لجلس لك جديد الفيديوهات شكرا على المتابعة وإلى فيديو قادم